أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة القادمة ستركز على مجالات التنمية البشرية وذلك بتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري كما أشار مدبولي أيضا خلال اجتماع مع وزير المالية إلى أن الإنفاق العام خلال المرحلة القادمة سيراعي وبشكل أكبر البعد الاجتماعي بما يسهم في احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية